موسيقى موسيقى بعد عرقلتها مساعي إحلال السلام ميليشيا الحوثي تحشد وتستحدث تحصينات عسكرية في مأرب المبعوث الأممي في اليمن يبحث في بكين جهود حل الأزمة اليمنية ويشدد على ضرورة وحدة مجلس الأمن موسيقى خاص الحدث يكشف توجها حوثيا لإنشاء مصانع كبتا جون في اليمن واتهام أمريكي لإيران موسيقى فنان تشكيل يمني يوثق قصص الموت ومأساة الحرب على مباني مدمرة في عدن موسيقى موسيقى أهلا بكم معظم ملفاتنا في هذه الساعة اليمنية ونبدأ مما أعلنه الجيش اليمني أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة مأرب وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن دفاعات الجيش أسقطت المسيرة أثناء تحليقها في اتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الجنوبية لمأرب هذا وذكر التقارير يمنية أن ميليشيا الحوثي حفرت خنادق وأنفاق واستحدثت تحصينات عسكرية في عدد من جبهات مأرب في شمال شرق البلاد وأضافت التقارير أن ميليشيا الحوثي أنشأت متاريس في الجبهتين الغربية والجنوبية بعد استقدامها تعزيزات بشرية وعسكرية طيلة الأيام الماضية كما أشرت إلى أنه خلال الأيام الماضية دفعت الميليشيا بتعزيزات كبيرة إلى الجبهات على الحدود الإدارية لمحافظة مأرب والجوف وشبوة إضافة إلى تحركات كثيفة للميليشيات في عدة جبهات في محافظة مأرب يأتي هذا ضمن خطوات تصعيدية هي الأكبر منذ انتهاء الهدنة الأممية في كتوبر الماضي في محاولة حوثية للسيطرة على منابع النفط والغاز في مأرب من مأرب مرسل الحدث هناك محمود الحميدي محمود أهلا بك خلينا نبدأ بهذه التحصينات لاستعدادات التي تجريها الميليشيا في مأرب نعم محمود الميليشيا الحوثية تدفع بأرتال عسكرية كبيرة إلى جبهات القتال حول محافظة مأرب وأيضا في محافظة الجوف وفي اتجاه الاتجاه الجنوبي من محافظة مأرب وأيضا باتجاه مديريات محافظة شبوة الميليشيا الحوثية خلال الأيام الماضية استقدمت العديد من الأرتال العسكرية من المدرعات من عربات البي ام بي حديثة إلى هذه الجبهات وتدفع بأنساق بشرية أيضا من المقاتلين إلى هذه الجبهات المناورة العسكرية التي نفذتها الميليشيا الحوثية مؤخرا في مديرية صرواح تكشف أن الميليشيا الحوثية ماضية في التصعيد العسكري تنفيذا للإحاءات التي لمحت إليها قيادات الميليشيا الحوثية بالعودة إلى التصعيد العسكري لا نستطيع أن نقول أن الفترة الماضية لم تشهد تصعيدا عسكريا من الميليشيا الحوثية لكن انخفضت وطيرة القتال خلال الفترة الماضية والميليشيا الحوثية كانت خلال الفترة الماضية سواء مع الهدنة التي مضت ستة أشهر عليها ثم ما أعقبها والميليشيا الحوثية تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة مأرب هذه التعزيزات هذه المرة ستكون الأكبر كون الميليشيا الحوثية منذ أكثر من عام تدفع بهذه التعزيزات إلى جبهات القتال وتقوم بحفر الخنادق والتحصينات الهجومية التي من خلالها ستهجم على مواقع القوات الحكومية في محافظة مأرب وفي محافظة الجوف وكانت قد سبقة المناورة العسكرية الأخيرة عدة مناورات عسكرية في محافظة الجوف طيب يعني هناك جبهات كثيرة في مأرب محمود كنا نتبعها معك سابقا أي من هذه الجبهات في مأرب التي تشهد هذه التحصينات الكبيرة لأنها ستكون الهدف القادم بالنسبة للميليشيات نعم الميليشيات الحوثية كانت تحاول أن تسكت جبهة وتفتح جبهة جديدة خلال التصعيد العسكري السابق الذي كان قبل الهدنة أما الآن فهي قد دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى كل الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب منذ نتحدث عن الجبهات تحديداً امتداداً من الجبهة الجنوبية التي تقع في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب على امتداد بعض مديريات محافظة شبوى امتداداً إلى الجبهة الغربية لمحافظة مأرب وتحديداً في مديرية صرواح وفي جبهة المسجح امتداداً إلى الجبهة الشمالية الغربية وهي جبهة الكسارة الميليشيا الحوثية تحشد على مختلف هذه الجبهات أيضاً في الجبهة الشمالية الشرقية تحشد في محافظة الجوف وتحديداً في الصحراء في منطقة النضود والصبائغ بأرتال عسكرية كبيرة الميليشيا الحوثية تحاول إيهام القوات الحكومية بأنها ستقوم بتصعيد عسكري متزامن من كل هذه الجبهات لكنها بالتأكيد سيكون التركيز كبير على جبهة واحدة وربما تكون الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب كونها تمثل امتداد مهم للميليشيا الحوثية للتقدم نحو محافظة مأرب وفي محاولاتها السابقة فشلت في هذا الأمر طيب محمود يعني الجيش اليمني يسقط مسيرة للميليشيات وبالتالي أسألك عن عودة المسيرات مرة أخرى وما تحدثه بالنسبة لسكان مأرب لعل المناورة العسكرية الأخيرة للميليشيات الحوثية ركزت أن سلاح المسيرات هي ما تؤكد الميليشيا الحوثية أنها ستقوم باستخدامه بشكل مكثف خلال الفترة القادمة هناك العديد من المسيرات يسقطها الجيش الوطني في عدد من جبهات القتال آخرها طائرة مسيرة تم إسقاطها في الجبهة الجلوبية اليوم في محافظة مأرب وكذلك هناك طائرتان مسيرتان تم إسقاطها في الجبهة الشمالية الغربية يوم أمس إذن الميليشيات الحوثية تحاول ليس فقط عملية التحشيد والدفع بمقاتلين وآليات عسكرية إلى جبهة القتال وإنما تقوم أيضا بمحاولة تسلل إلى مواقع الجيش في محاولات مستمرة ربما خلال الأسبوع الماضي لكنها تفشل في إحداث أي اختراق وهي ربما محاولة لقس النبض وجس نبض القوات الحكومية أنها على استعداد في هذه الجبهة أو تلك لكي تختار الزمان والمكان المناسب للقيام بالتصعيد العسكرية القادمة محمود الحميدي مراسلنا في مأرب محمود شكرا جزيلا من إسطنبول العميد الركن محمد الكوميم المحلل العسكري والاستراتيج اليمنى سعد العميد أهلا بك واضح أن مأرب ستكون المعركة القادمة بالنسبة للميليشيات في ظل التحصينات التي يمكن أن التي يعلن عنها وتقوم بهذه الميليشيا في اعتقادك ما الذي يمكن أن توضح استراتيجية العسكرية لهذه الميليشيا بعد هذه التحصينات يعني ما الذي ستفعله أولا مساء الخير مساء الخير سالك لعبد طبعا نحن كنا معك في كثير من النقاشات في هذا الجانب وتكلمنا كثيرا بالنسبة للميليشيات الحوثي الإرهابية ما هي إلا فترات لتستعد لجولة الصراع قادمة وتحدثنا معك كثيرا ومع كثير من الزملاء أن الحوثي يعتمد على هذه الاستراتيجية عندما يشعر أنه في حالة ضعف وفي حالة عدم قدرة على إدارة المعارك يقبل بالهدنة ثم يستعد ثم يحشد ويعزج جبهاته ثم يتحرش ويخوض جول الصراع كبيرة كانت مارب خلال الثماني السنوات الماضية مسلسل لتلك الهجمات المستمرة وخسر الحوثي في مارب عشرة الآلاف من مقاتلي وآلاف القطعة العسكرية في تلك الجبهات في الفترات الماضية الحوثي في الفترة الأخيرة نعلم جميعا وقد تكلمنا كثيرا الحوثي منذ بداية الهدنة في إبريل 2023 وهو يحشد ويعبئ ويستعد لجولة الصراع يعزز الجبهات بشكل مستمر يخندق يقوم باستراتيجية خوض المعاركة المتقطعة وهي حاولة لجسر بضل الجبهات وإنهاك القوات المواجهة له وإضافة إلى محاولة اكتظام أجزاء من الأرض يعني عسكرة صيفية ومراكز تجديد مستمرة تدفق الأسلحة لم ينقطع على الإطلاق منذ بداية الهدنة ونعلم جميعا أن هناك عشرات الشحنة التي تمضبطها في البحر وفي البر عبر منفث الشحن الحدودي مع سلطنة أمان كثير من الأمور التي كانت واضحة ويعلمها جميعا ساعة العميد في مأرب من 2004 وحتى اليوم من خبراتنا في مأرب ومعارك مأرب السابقة كان فيه دايما جبهات بتكون أكثر سخونة من الجبهات الأخرى لو أرادت الميليشيا فعلا أن تبدأ حربا على مأرب من أي جهة ستبدأ الجهة التي يتوقع بدايتها فيها طبعا الحوثي الآن يحاول أن يخوض المعركة باتجاهات ثانوية وباتجاهات رئيسية الجبهة التي وسيخوض في كل الاتجاهات سواء على بسطول الجبهة الشمالية أو الجبهة الغربية أو الجنوبية الغربية والجبهة التي سيحدث فيها ثغرة اختراك سيحاول أن يوسع الثغرة ويحاول أن يضاعف الهجوم ويكثف هجماته في هذه الثغرة لغرض توسيعها ولغرض محاولة الوصول إلى هدف الرئيسي والاستراتيجي وهو إسقاط مدينة مهارب والوصول إلى منابع النفط وبالتالي لا يوجد لديه هدف محدد إلا أنه سوف يقاتل في جميع الاتجاهات وفي جميع الجبهات الجبهة التي سيحدث فيها اختراك سيوسع الثغرة فيها وسيحاول أن يطور الهجوم في هذه الجبهة حتى يصل إلى هدف الاستراتيجي هذا ما يظنه لكن أيضا القوات المسلحة اليمنية في مهارب هي أيضا أصبحت ذات تجربة طويلة جدا مع هذه الميليشيات وتدرك مخططاته وهي أيضا في استعداد قتالي على مستوى وكانت الفترة الهدنة السابقة رغم أن الحوثي استعدت أيضا القوات المسلحة في مهارب استعدت جيدا وتعرف كل خبايا الميليشيات الحوثية رغم أن الحوثي أيضا يقاتل في مهارب ويقاتل في كل الجبهات في جبهات الضالو وفي جبهات عاثرة في أبيان وكان في جبهات شبوى وجبهات الأسلح الغربي وجبهات صعدة وجبهات الجوف الحوثي لا يتوقف ولكن تركيزه على مهارب تركيز كبير لأنها بالنسبة له ذات بعد استراتيجي كبير على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي والمستوى العقائدي وهو يعتقد أنه إذا أسقط مأرب فإنما بعد مأرب سيكون سهل على كل مستويات قوات شرعية المسلحة نسمع عن العمالقة موجودة من من القوات موجود وإلى أي حد فيه تنسيق كامل بين جميع القوات هناك في مأرب الجيش الوطني موجود المنطقة الرابعة والمنطقة السادسة والسابعة والثالثة مناطق عسكرية متكاملة وألوية تم إعادة بنائها وإعادة تنظيمها وهناك كثير من التجديدات في البناء التنظيم للقوات المسلحة هناك إضافة إلى أن هناك الألوية العمالقة المجاورة المتواجدة في مديرية حريب وهي أيضا هناك طبعا نعلم أن هناك أيضا هيئة عمليات وإنشاءات مدخلا وهي هيئة العمليات المشتركة التي من أهم أعمالها أن توحد كل تلك القوات المسلحة المناوئة للبشروع الحوثي في إطار غرفة عمليات المشتركة وهذا ما تكلمنا به كثيرا وطالبنا به واعتبرنا أنها أحد نقاط الضعف لدى قوات المسلحة أن الحوثي استطاع أن يستفرد بالجبهات وأستطاع أن يخوض المعارك في الجبهات التي يريدها في ظل خذلان الجبهات البقية أو تفرجها اليوم أعتقد أن الوضع أختلف تماما هناك أيضا غرفة عمليات مشتركة أو هيئة عمليات تستطيع هذه الهيئة أن تحرك القوات في أي اتجاه وأن تعزز أي جبهة سيكون هناك فيها ثغرة أو هناك ضعف تستطيع أيضا الهيئة العمليات أن تنسك وتنظم التعاون بين مختلف الوحدات العسكرية على مستوى الجبهة الأمامية أو على مستوى الأنساق الأخرى إذا ما أضطرت القوات المسلحة إلى دفع أنساق في اتجاه أي ثغرة ستحصل في المعركة إضافة إلى القدرات الجديدة التي أضيفت للقوات المسلحة فيما يتعلق بالطيران المسير وما يتعلق بكثير من الوحدات العسكرية في مجال القناصة والمدفعية والهاونات هناك وحدات أضيفة لتلك القوات وإن شاء الله أن تكون الأمور طيبة بذل الله العميد الركن محمد الكومييم شكرا جزيلا لك سعادة العميد شنت ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات واسعة ومداهمات لمنازل المواطنين في قرى ريف فاتعز وقالت مصادر محلية أن حملة حوثية مدججة بمختلف أنواع الأسلحة اقتحمت عددا من المنازل بعد إطلاق النار وإرهاب الأهالي وأقامت بتفتيشهم واعتقال عدد من السكان وعشرت المصادر إلى أن الميليشيات تبرر اقتحام المنطقة بذريعة البحث عن المطلوبين أمنيا خصوصا من ينتمي أقاربهم للجيش الوطني وأتأتي الحملة بالتزامن مع حملات حوثية ممثلة في محافظة الضالع طالت عددا من القرى واعتقلت العشرات من الأهالي بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه الأمم المتحدة تقول إن ملايين الألغام والمتفجرات تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن ترجمة نانسي قنقر يسعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أو جاعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث قالت الأمم المتحدة إن ملايين الألغام الأرضية والمتفجرات شكلت عائقا كبيرا أمام وصول المساعدات الإنسانية في اليمن وأكد مكتب الأمين الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تغريدة له أن ملايين الألغام الأرضية والمتفجرات تهدد حياة المدنيين في اليمن وأوضح المكتب الأممي أن هذه الألغام والمتفجرات تعيق حركة الأشخاص والبضائع ووصول المساعدات الإنسانية مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تواصل مع شركائها في القطاع أنشطة التعامل مع هذه الألغام ومخلفات الحرب اختتم المبعوث الأمم إلى اليمن هانس جروندنبرغ زيارة إلى الصين التقى فيها عددا من مسؤول الخارجية الصينية ضمن المساعي الأممية للقاء الأطراف المعنية بما يشمل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن مبعوث الأمم ناقش مع المسؤولين الصينيين آخر التطورات والتحديات المتعلقة بجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد وبدء عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية وأعرب المبعوث عن أمله في أن يساهم الحوار وعلاقات الجوار الطيبة في المنطقة في خلق بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق السلام ومشيرا إلى أن المناقشات البناء التي أجراها في الصين تشير بشكل إيجابي لزيادة مستويات التعاون مستقبلا لدعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن وأكد أن استمرار وحدة مجلس الأمن بشأن اليمن أمر ضروري ليس فقط الآن أو في المستقبل القريب ولكن أيضا على المدى البعيد من بكين ينضم لنا الكاتب الصحفي يا سيني لأسيز نادر رونج ومن القاهرة الدكتور فارس البيل الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور فارس أهلا بيك أسيز نادر أهلا بيك أبدأ مع الدكتور فارس دكتور فارس واضح أن فيه ترتيبة ما في ذهن المبعوث الأممي عنوانها وحدة مجلس الأمن تجاه قرار ما قد يتخذ وضمان الصين باعتبارها واحدة من الكبار في مجلس الأمن في اعتقادك يعني ما الذي يمكن أن يرتب له المبعوث الأممي في إطار اللجوء إلى مجلس الأمن ويريد أن تكون هناك وحدة موقف من الخمسة الكبار تحية لك سيد محمود وليت في كل مشاهدين الكرام الصين ظهرت أو تقدمت خطوة في قضايا الشرق الأوسط في قضية اليمن تحديدا والآن هي أصبحت لاعب مهم بعد أن كانت تنأى بنفسها أو على الأقل تقف موقف الحيادة البعيد حتى عن كثير من القضايا موقفها في مجلس الأمن فيما يخص اليمن كان في الأغلب لصالح أو في إطار الإجماع حول المشكلة اليمنية وحول ما يتخذه مجلس الأمن باستثناء قرار 2511 فقط عندما امتنعتها وروسيا وكان موقف منحاز لروسيا في كل الأحوال لكن الآن الصين أصبحت ذات دور مهم وخصوصا بعد ما أحدثته من تقارب بين المملكة العربية السعودية وإيران وبالتالي هناك متعلقات بهذا التقارب من ضمنها الملف اليمني ولابد أن تتخذ الصين خطوات أو على الأقل تشكل رؤية واضحة حول المشكلة اليمنية يمكن أن نقول بوضوح أن الصين كانت في فترة من الفترات لا تعتني بالمشكلة اليمنية بشكل مفصل وتتخذ موقفا واحدا إزاء المشكلة اليمنية وبالتالي تحتاج إلى رؤية أعمق الأعن يعني موقفها واضح مع تحالف إيراني روسي يعني دائما روسيا والصين مع أي موقف داعم لإيران ولو هناك لجوء في مجلس الأمن مستقبلا الصين وروسيا سيكونوا مع إيران الذي هو ضد المشروع اليمن الوطني في الداخل صحيح لكن لم تكن الصين عفوا في أغلب المراحل تقف هذا الموقف الواضح مع إيران باستثناء كما ذكرت لك قرار واحد لكنها كانت تنأى بنفسها على الأقل بشكل واضح أو تقف موقف الحياد السلبي في كثير من الأحيان الآن اقتربت الصين من منطقة ملغومة هي منطقة الشرق الأوسط وبالتالي ينبغي أن تراجع حسابتها حتى مع روسيا وحتى مع إيران هي لم تعد الآن في حلف مع إيران بقدر ما أصبحت وسيط وبالتالي هي ضامنة لتصرفات إيران في المنطقة والاتفاق الذي حدث بين المملكة العربية السعودية وإيران تضمن كثير من النقاط وأعتقد أن كثير من التفاصيل ضمينتها الصين على إيران وبالتالي تغير موقف الصين في هذه الفترة ومطلوب منها أن لا تقف ذلك الموقف السلبي على الأقل من القضية اليمنية إنما تنتقل إلى مرحلة من الرؤية الواضحة إذا المشكلة اليمنية وحتى لا تقع في كثير من المطبات يمكن أن نشير بوضوح قبل أيام عندما وقعت شركة صينية مع الحوثين هذا دليل على قصور في الرؤية حول المشكلة اليمنية صحيح اعتذرت وسبب موقفا محرجا للصين في إطار المشكلة اليمنية لكن أعتقد أن على الصين الآن أن تراجع رؤيتها إذا المشكلة اليمنية وأن تضع تصورات واضحة وحقيقية بعيدا عن التعويمات التي كانت تتخذها وبعيدا عن الانحياز الذي كان واضحا في الفترات السابقة الآن دور الصين هو دور وسيط وراعي أكثر من كونه دور منحاز ومتحر أستاذ نادر أهلا بك مرة تانية كيف سيكون التصرف الصيني إذا طلب رأي الصين باعتبارها من الكبار في مجلس الأمن هل سيختلف هذه المرة والمتغير يا أستاذ نادر أن الصين راعية راعية لاتفاق سعودي إيراني أول اهتماماته الملف اليمني أهلا ومرحبا بكم حول الملف اليمني فموقف الصين أيضا دائم ومستمير هو أن الصين تدعم جميع الجهود للتواصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة وكذلك الصين يعني تحوث كل الأطراف على الإيجاد حل سياسي من خلال المفاوضات بدلا من الواجهات العسكرية وكذلك الصين تدين وتنستنكر الجميع الحجمات المستحتفى الهدف إلى المدنيين الأبرياء وكذلك منشآت المدنية وكذلك الصين تدعم الجهود الإمارات والسعودية للدفاع عن أمن الوطن وأكدت مرانا وتكرارا أنه من الضروري جدا تقديم المجتمع الدولي المساعدات الإنسانية لليمن ويعني يعادة البناء وكذلك وقف الشامل لإطلاق النار وإجتباكات ومواجهات الأسكرية في اليمن السيد نادر السيد فارس الدكتور فارس أشار لنقطة مهمة في القرارات السابقة كانت الصين تتحفظ يعني لا تصوت تمتنع عن التصويت منعا للحرج حتى لا يغضب الروس أو يغضب الإيرانيين هذه المرة انطلب تصويتها في قرار ما قد لا يكون في صالح الميليشيات الحوثية أيضا ستمتنع عن التصويت منعا للحرج في رأيك يعني يعني حسب رأي شخصي يعني أعتقد الصين ستدعم جميع الجهود كما أكدت الجهود الإماراتية والسعودية من أجل الدفاع وأنهي الوطن وكذلك معرضة أي حجمات التي تستهدف المنشآت المدنية والمدنيين أبرياء دكتور فارس يعني لم تجيبني دكتور فارس مرة الماضية على ما الذي جعل المبعوث الأممي يذهب إلى الصين يعني واضح في رأسه شيء يعني فاعتقادك ما الذي يعني يفكر فيه الرجل خلينا نقرأ عن بعد احنا لا نستطيع أن نقرأ أفكاره لكن على الأقل نفكر هل سيحال الملف كاملا إلى مجلس الأمن الفترة القادمة إحالة سياسية يعني وبالتالي إحالة أمنية يعني ممكن نروح للفصل السابع وبالتالي يكون هناك تطوير للملف وتصعيد للملف جميل لهذا السؤال ذهابه إلى الصين أولا لسبب دخول الصين كلاعب مهم ومؤثر في المنطقة وفي الملف اليمني تحديدا وهذا أصبح معلوما الأمر الآخر وهو مسألة أنه وربما ذكرت في سؤالك السابق حول هل هناك قرار أممي قادم أتصور أن هناك ربما قرار أممي لكن هذا القرار الآن مرتبط بأن هناك جهود وساطة قوية ومؤثرة تقولها المملكة العربية السعودية تحديدا وربما سبقت الأمم المتحدة وربما سبقت الأمم المتحدة بمراحل وتشعر الأمم المتحدة أنها أصبحت بعيدة تماما عن التأثير في الحالة اليمنية أو شعرت بأنها عاجزة في الحقيقة لم تنتج حلا حقيقيا طوال الثمانة السنوات الماضية وكان عملها مجرد عمل روتيني في كل الأحوال لكن الآن وهناك على الأقل المملكة العربية السعودية شقت طريقا مهما فتريد الأمم المتحدة أن تتلافى هذا الأمر وفي حال وهي ألمحت في كثير من أو حتى في تصريحات المبعوث الأممي إلى أنه ينبغي أن تكون الأمم المتحدة على الأقل منخلطة بشكل واضح في تفاصيل كل هذه الاتفاقات التي ستجري وبالتالي هي تريد أن تبني على صحيح أنها تعول على مثل هذه الاتفاقيات أو على هذه الوساطات ترغم حالة التأثر التي تتبنىها ميليشيا الحوثي لكن في كل الأحوال كما لو أن الأمم المتحدة تريد أن تؤطر ما يمكن أن يتم من اتفاق بقرار أممي قادم والقرار الأممي هذا يحتاج إلى وحدة في مجلس الأمن إلى حد كبير ويحتاج إلى أن يكون هناك توافق في ظل حالة الاستقطاب الموجودة والصرع العالمي الآن هذا هو السؤال هل الوقت ملائم للجوء لمجلس الأمن في ظل انقسام العالم إلى روسيا ومن معها وأمريكا ومن معها وبالتالي حتى لو يكون الملف اليمني أصلا في أجندة الناس ربما تكون لك مناكفات سياسية بين الكبار يذهب ضحيتها الملف اليمني أتصور أنه ليس الوقت الملائم بالفعل لتبني مثل هذا القرار خصوصا أنه أولا لا توجد رؤيانا أضجح حول الحل في اليمن أو مشروع للسلام في اليمن وصحيح كما ذكرت ألمحت أنت إلى مسألة أنه الملف اليمني يبدو هامشيا في الحقيقة في إطار النزاع الدولي الكبير لكن في كل الأحوال صحيح قد لا يحدث خلافا عميقا أو وجهات نظر متباينة كثيرة والكل يدعو إلى سلام في اليمن لكن التفاصيل المهمة في حول كيف يمكن أن يتشكل هذا السلام أو ما هي صيغة السلام في اليمن هي ربما التي ستشكل نوع من الاختلاف لكن في كل الأحوال أتصور أن الأمم المتحدة كما لو أنها تريد أن تتبنى على الأقل موقفا موازيا لتحركات المملكة العربية السعودية وخطواتها المتسارعة في حل الإشكال في اليمن أستاذ نادر في بكين أستاذ نادر الصين هذه المرة راعية وضامنة لاتفاق سعودي إيراني وبالتالي أسأل هنا ماذا لو أن الإيرانيين خالفوا ما تفق عليه في هذا الاتفاق يعني ما تلك الأوراق التي يملكها الصينيون ضد الإيرانيين عشان يجبروهم أنهم يلتزموا بما تفق عليه يعني ماذا لو خالف الإيرانيون ماذا سيفعل الصينيون طبعا الصين لديها تأثيرات اقتصادياً وسياسياً على إيران وأعتقد أن إذا إيران تريد عدم الهزام بالاتفاق التي تواصل إليها برياعة الصينية فلابد أن تفكر قبل تنفيذها لأن هذا على حساب التعاون ومصالحها مع الصين فلذلك هناك تعاون كبير بين الصين وإيران وهناك أيضاً دعم الصين لإيران فإذا لا تريد خسر هذا الدعم من الصين فلابد أن تنتزموا بالاتفاقية أستاذ نادر الصحفي من بكين أستاذ نادر شكراً جزيلاً دكتور فارس ألبيل محلل السياسي اليمني من القاهرة دكتور فارس شكراً جزيلاً لك بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه فنان تشكيلي يمني يوثق مأساة الحرب على جدران عدن المدمرة من الحدث تتواصل هذه التغطية المستمرة إطلاق النار الآن متواصل هذا هو الموقف الآن وحصرياً عبر قناة الحدث الآن الوضع السيمة العامة فيه هو عدم الاستقرار في مسألة إجلاء المدنيين كيف تسير هذه العمليات المواطنون الآن يخافون من أن يستمر المواجهات وأن ينعدم الأم تماماً على ماذا يسيطر الجيش وعلى ماذا سيطر قوات الدعم السريع لا هدنا لفذت ولا وقف إطلاق النار هل لكم معركة أخرى بين المواطنين والمتفلدين هل السيناريو المتوقع هو الذهاب مباشرة إلى الفصن السابع؟ عمليات النحب والسلب ما زالت مستمرة هل من معلومات مؤكدة حول وضع المصرف المركزي في الحقوم؟ هذه الاشتباكات تدور الآن في وسط العاصمة الحقوم ما الذي بيدها الأمم المتحدة كي تقود الطرفين لوقف إطلاق النار وهل السودان القادم يحتمل وجود المرهان وأحمدت الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصاري دول لأنه لكم لخبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه ضمن خاص الحدث نفتح ملف تهريب المخدرات والسلاح إلى اليمن من وجهة نظر واشنطن التي كشفت مصادرها أن معامل الكيبتاجون وجدت لنفسها متنفساً جديداً في اليمن وكانت الأسبوع الأخيرة شهدت بعض التصعيد في مياه بحر العرب وخليج عمان وربما أهم ما حدث هو متابعة تهريب المخدرات باتجاه اليمن وشواطئ السلطنة من الواضح أن الأمريكيين والقوات الحليفة تبذل جهوداً كبيرة لوقف التهريب لكن من الواضح أيضاً أن الميليشيات تعتمد على تهريب المخدرات لتمويل ذاتها فيما تسليحها مستمر ضمن خاص الحدث هناك تقرير للزميل بير غانم من واشنطن أعلنت خيارة الأسطول الخامس اعتراض البحرية الأمريكية والبريطانية العليل من المهربين وكميات كبيرة من المخدرات في خليج عمان وبحر العرب خلال الأسبوع الماضية وكان من الملاحظ أن بعض الشحنات يحمل الهيروين والميتفيتامين وقالت القوات الأمريكية أن شحنتين جاءت من ميناء شهبهار نتحدث عن المصدر عندما نعرفه وليس هناك تصنيف سري للمعلومات وهذا ما حصل مؤخراً مرتين حين قال لنا طاقم السفينة من أين أبحروا ووضعنا ذلك في البيانات ما يثير القلق أن قيمة المخدرات المضبوطة تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار أمريكي وهي موجهة إلى اليمن والمنطقة وتستعمل الميليشيات هذه الأموال لتمويل ذاتها وتهديد الأمن الأقرمي المخدرات التي تم ضبطها كانت متوجهة لدول الشرق الأوسط وبصرف النظر عن وجهتها فالمانو يستعمل لأعمال غير شرعية مثل عمل العصابات الإجرامية وتمويل الإرهاب وفي معلومات إضافية للحداث فأن تهريب المخدرات إلى الحوثيين فاقى بقيمته المليار دولار خلال العام الماضي وهو مستمر عن طريق البحر وأن ما تتمكن القوات الأمريكية وحلفاؤها من اعتراضه لا يتعدى نصف الكمية كما أن الحوثيين خصلوا خلال الأشهر الماضية على معدات لبناء مصانع لإنتاج الكابتاجون في مناطق سيطرتهم وهم يعملون على إعادة تهريب المخدرات إلى المنطقة وهدفهم إغراقها بها والاستفادة من الأموال لتشغيل سيطرتهم على مناطق نفوذهم الحوثيون مثل ميليشيات أخرى مدعومة من إيران يبحثون عن أساليب لجمع المال يصبحون ممولين ذاتيا مثل حزب الله وتجاراته بالمخدرات في الشرق الأوسط وجنوب أمريكا الوجه الآخر لخطورة الوضع هو أن الأمريكيين يشيرون إلى أن الحوثيين ما زالوا يتلقون التسليح وقد سألت الحدث أكثر من مسؤول في الإدارة الأمريكية وكان الجواب دائما أن ليس لديهم معلومات للنشر جديدة ويضع خبراء التسليح علامة استفهام كبرى على تطوير الحوثيين خلال الأشهر الماضية للمسيرات والصواريخ التي يملكونها فهم تمكنوا من تحسين أدائه لو تذكر أنه في اليوم الثاني والعشرين من سبتمبر من عام 2022 عرض الحوثيون صواريخ دقيقة وكانت برأيه مصنعة محليا مع معلومات وخبرة خارجية وستكون مشكلة السلاح والمخدرات بيد القطيين أكبر وأعمق مع الوقت فالسلاح يزيد دقة والمخدرات تزيد التمويل في أرغانا مع الحدث واشنطن سأرقش هذا الموضوع معي من واشنطن دكتور عقيل عباس الخبير في شؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل أهلا بك يعني سؤال الحقيقة وهو يطرح على فكرة دور أمريكا في منع وصول الأسلحة والمخدرات إلى الميليشيات الحوثية في اليمن وأسأل هنا عن الأسطول الخامس تحديدا لأنه يقولون ما يضبط هو جزء ضئيل جدا مما يتم تهريبه في هذه المسألة هل كان من الممكن أن الأسطول الخامس يفعل ما هو أكبر مما يفعله الآن؟ شكرا على هذه الاستضافة يعني في العام الماضي بات المخدرات يعني بالتعاون مع السعودية والإمارات والمصر ودول أخرى شكلت أربع وحدات بحرية أبرل من العام الماضي من أجل يعني منع شحن الأسلحة تهريب الأسلحة هذا كان الهدف الرئيسي وجزئيا ثانويا منع المخدرات يبدو أنه منع المخدرات ظهر أنه كمية المخدرات التي تستخدم أو التي تهرب أكبر مما هي متوقعة هل بإمكانها أولادة المتحدة أن تفعل أكثر؟ بالإمكان أن تفعل أكثر بالتأكيد نحن نتحدث عن دولة عظمى لديها إمكانيات حائلة هل ستمنع هذه التصدير المخدرات؟ لم تمنعها بشكل كامل لكنه واضح أن هذا الجهد يبدو لحد الآن مؤثرا الأمم المتحدة دخلت على خط هذا الموضوع عن تحقيق أممي من الشهر الماضي بخصوص تهريب المخدرات إلى اليمن واحتمالات استخدام الحوثيين لهذه المخدرات للتمويل السياق الأوسع عموما هي رائقة مالية يواجهها الحوثيون كما يواجهها حزب الله في إطار الأقوبات الأميركية ضد إيران التي قللت الكثير من التمويل لهذه الجهات أعتقد هذه الفعاليات ستستمر بعضها سينجح في أن يجاوز هذه الوحدات البحرية وبعضها سيفشل لكنه بالتأكيد هو يصعب عمليات التهريم دكتور عقيل هذا الذي نناقشه معك هو دور أمني يعني الدور الأمني الأمريكي في المنطقة في مواجهة تهريب السلاح والمخدرات الإيرانية إلى الداخل اليمني لكن غاب عنا أن نناقش الدور السياسي اللي هو كان من الأولى أن نناقش دورا سياسيا لأمريكا في الملف اليمني باهت وغير حاضر حتى الآن يعني هل ثمت مبررات تجدها منطقية لوراء تراجع الدور السياسي الأمريكي في الملف اليمني يعني بالتأكيد هنا تراجع أمريكي عن كل منطقة الخليج عن كل منطقة الشرق الأوسط هذا قرار سياسي يعني متخذ منذ فترة طويلة نسبيا يعني بالآخر حضور أمريكي قوي في المنطقة هو ارتبط بالحرق ضد داعش يعني التي بدأت تتراجع كثيرا بعد 2017 ومن هنا بدأ الأمريكيون يفعلون قرارهم الذي صدر قبل هذا بالابتعاد عن منطقة الشرق الأوسط هذا قرار حكيم برأيه ليس قرارا حكيما لكنه أيضا هنا ليست في كل ملفات دكتور عقيل يعني إذا تحدثنا عن ملف الشقيقة السودان ستجد مبادرة مهمة سعودية الشريك فيها الدور الأمريكي وبالتالي لو كانت هناك شراكة أمريكية سعودية أو مع أي دولة عربية أخرى في الملف اليمني ربما كان هناك يعني عكس ما نراه الآن مثلا يعني يعني أنا بالتصوري لا أعتقد الدور الأمريكي في سودان كان كبيرا كان يقوم على فكرة الشراكة مع دول المنطقة الشراكة مع السعودية ومع الإمارات إلى حد ما والحل بدايات الحل نتجت عبر هؤلاء الشركاء الأقليميين في اليمن يعني أنا أعتقد هناك دور أمريكي واضع هناك مبعوث أممي عفوا مبعوث أمريكي لليمن يشتغل على هذا الملف ملف في اليمن أشد تعقيدا يعني كلنا نعرف التفاعلات المتعلقة به الدور الخليجي في حل المشكلة اليمنية ثم ظهور الحزين كقوة أطاحت بالاتفاقيات مخرجات الحوار اليمني والمبادرة الخليجية لكن بالتصوري اليمن لن تصبح أولوية أمريكية هناك مع ذلك اعتبارات أمريكية أخرى لأمريكا حلفاء في المنطقة خصوصا في الخليج لديها موقف سلبي في حالة ما يشبه الحرب غير المعلنة بإزاء إيران في إطار الإيران للسلاح النهو هذا يعني دفع الولايات المتحدة لأن تلعب دورا أكثر فاعلية هل يمكن أن تفعل أكثر؟ نعم لكن لا إرادة سياسية أعتقد هناك وجهة نظر بالاعتماد على المنطقة وأن تكون الولايات المتحدة في الخلفية دائما لحلفائها وشركائها لكن لا تتولى هي الدور مباشرة حتى هذه القوات البحرية الفكرة منها أنه بعد فترة تسلم لدول المنطقة أستاذ عبدالله إسماعيل محلل سياسي انضم إلي من القاهرة الآن أستاذ عبدالله أهلا بك كنت أتحدث معه أستاذ الدكتور عقيل عباس عن الدور الأمريكي طيب في ملاحظتين أستاذ عبدالله أناقش معك هاتين الملاحظتين الملاحظة الأولى أنه التهريب مستمر يعني تهريب السلاح والمخدرات من إيران إلى اليمن مستمر رغم هذا التوافق السعودي اليمني بأنه حتى الآن لم ينعكس إيجابا على ما اتفق عليه من تجفيف السلاح وتجفيف التمويل لهذه الميليشيات الإصرار الإيراني مستمر رغم التوافقات التي كنا نأمل أن تكون مجدية في هذا التوقيت وهنا سؤال كبير عن هذه المسألة يعني أنا أولا لأتحدث بعفوية شديدة يعني أمريكا تستخدم جماعة الحوثي إلى اليوم ضمن استراتيجيتها ضمن مصالحها في المنطقة وبالتالي لا نريد أن تتغلب كلمات الكلمات أو محاولات التبريرات أو اللعب الدبلوماسي على هذه المسألة أمريكا تتعامل مع جماعة الحوثي كورقة توظفها في ملفات أخرى وبالتالي هي للأسف اليمنيون يرونها بشكل واضح جزء من المشكلة وليس جزء من الحل وليس فقط أنها يعني عندما ترسل مبعوثا ليحاول أن يفرض على اليمنيين رؤية أمريكية في مسألة التفاوض مع جماعة إرهابية تهرب إليها الأسلحة تستخدم المخدرات ليس فقط داخليا وإنما لغزو المناطق الخارجية والمحاددة لها عندما نتحدث عن جماعة إرهابية هي تهتف بالموت لأمريكا ولكنها تقتل اليمنيين هذه الجماعة التي اليوم تعلن وتهدد كل مصالح المصالح الجوار اليمني وهي تهدد الملاحة الدولية بشكل واضح في حالة أن هناك أي جماعة قامت بهذه الأفعال أنا أعتقد أن الدور الأمريكي أو الموقف الأمريكي سيكون أكثر وضوحا وأكثر حدية في التعامل مع جماعة هذه طب ماذا عن الموقف الإيراني؟ هو سفيرها السابق الموقف الإيراني طيب ألا يحيرك بعض الوقت؟ هو هذا التوظيف الذي يتم توظيف بالتأكيد نحن أمام كأن هناك ورقة تلعب بها أمريكا في محاولة الضغط على إيران أو على الأقل التبادل الشد والجذب والإرخاء إذا صح التعبير وأنا كلامي أعتقد واضح هي تريد أن تبقي جماعة الحوثي وهي ربما تريد أن تبقيها تحت الكنترول أو هكذا تظن لكنها أيضا تدرك جيدا أن هذه الجماعة ربما تمثل لها جزء من الضغط على إيران وبالتالي هذا هو يعني إذا صح التعبير يعني الجزراء والعصى هذه هي التي يعني العصى والجزراء نعم وبالتالي نحن يعني اليمنيون يدركون ويفهمون جيدا لا يمكن أبدا لأمريكا ولا للغرب أن يقف أو أن يصمت عن تهديد ملاحة والسهداف تبدأ تدلات نفط في ميناء الضبة إلا إذا كان يريد أن يبقي جماعة الحوثي أو أن يوظفها إلى حين طيب دعك من الغرب ودعك من أمريكا عربيا خليجيا ما الذي يمكن أن ينبني عن هذا الكشف يعني إيران ما زالت مستمرة في التمويل وغيرها 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 ألا يمكن وهناك خطوط مفتوحة الآن وهناك سفارات فتحت ألا يمكن أن ينبني على هذا موقفا عربيا خليجيا يمنيا في نفس الوقت يعني هذا هو المعول يعني نحن منذ اللحظة الأولى وأنا أعيد التذكير بكلمة للدكتور رشاد العليمي عندما قال أننا رحبنا بهذه الاتفاقية مثلا بين إيران والمملكة بحذر لأننا نعلم نحن اكتوينا بإيران منذ وقت مبكر ليس من 2004 وإنما حتى من قبل 2004 يعني نحن نتذكر أن تهريب الأسلحة بدأ منذ وقت مبكر جهة واحد وجهة اثنين وما حصل من تهريب مباشر إلى داخل الموانئ التي كانت سيطرة عليها جماعة الحوثي أو لها سيطرة مباشرة عليها في حرض وفي جوارها ولهذا نحن نؤمن أن هذه دولة مارقة ماذا تغير لكي تحسن أخلاقها وأن تتخلى عن حلفائها وهذا هو الدليل الدليل للمخدرات أولاً والأسلحة ثانية شكرك دكتور عقيل عباس أنا أشكرك وأيضاً أستاذ عبدالله إسماعيل شكراً جزيلاً لكم فنن تشكيل يمني أمضى سنوات في خطة رسومات جدارية تروي قصص الموت والمأساة على مباني دمرتها القذائف في عدة مدن في عدن لم تبقى نافذة واحدة على حالها بعد حرب اليمن فمنها ما تكسر ومنها ما تناثر زجاجها قطعاً صغيرة لتزيد المكان جروحاً إلا أن هذا الفنان التشكيلي قرر أن ينشئ نافذة بصنع ريشة والألوان معيداً للجدار الوقف الوحيد في هذا المشهد متنفسه الأخير حبت أن أوصل رسالتي للعالم أن أرسم معاناة الناس التي فقدت بيوتها وأسرها ومأواها فحبت أعملها على رسومات قدارية على أربيل ثلاثون عاماً يبرع في إنجاز هذه الرسومات تخيفه القذائف أحياناً فيلتزم البيت مجهزاً ريشة والألوان ليصبها في أي لحظة على الركام ويحيي ذكريات أصحابه لا يوجد شيء تغير من هنا وللحد الآن الناس ناشد ومعضها مشردة يعني في بيوت إيجار وبعضها مشردة في بيوت هاليها يعني وفيش تغير شيء إلى الآن يعزف رسم الهيكل العظمي هذا سينفونية الحرب على جدار متهالك سينفونية كبر على سماعها هؤلاء الأطفال اليمنيون الحفات الذين فقدوا كل شيء في الحرب إلا أنهم ما زالوا يحتفظون بهذه الإبتسامة العريضة هلالعلي الحدث انتهت هذه الفترة التي امتدت على مدار الساعتين الماضيتين وصلنا إلى الختام وفي الختام دائما تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء المتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات